موضوع درس اليوم التقويم الميلادي تشاهدون على اليمين لوحة من الجص رسمها الفنان رافاييل لأفلاطون وأفضل تلاميذه أرسطو ولد أفلاطون في سنة 428 قبل الميلاد وهناك طرق مختلفة للتعبير عن السنوات ما قبل الميلاد والتي قد تجدونها في كتب التاريخ المكتوبة بالإنجليزية الأولى باستخدام الاختصار بي سي والثانية باستخدام بي سي إي ولكن ما الفرق بين هاتين الطريقتين؟ لن تختلف السنة بغض النظر عن أي اختصار تستخدمون فالاختصاران يرمزان لسنة نفسها من التقويم الميلادي ولكن بي سي هي اختصار لي بفور كرايست بالإنجليزية وتعني حرفياً قبل المسيح أما بي سي إي فهي اختصار لي بفور كامن إيرا بالإنجليزية وتعني حرفياً قبل الحقبة العامة وما يقصد بالحقبة العامة الحقبة بعد الميلاد على اليمين لديكم لوحة لكريستفر كولومبس والذي وصل إلى العالم الجديد في سنة 1492 ميلادي يمكن التعبير عن السنوات بعد الميلاد بطريقتين أيضاً الأولى باستخدام الاختصار AD والثانية باستخدام CE يشير الاختصاران هنا أيضاً إلى السنة نفسها فالسنة 1492 AD هي نفسها السنة 1492 CE ولكن الاختصارين يختلفان في المعنى الاختصار AD يرمز لي آنو دوميني وهو مصطلح لاتيني يشير إلى ما بعد ميلاد المسيح أما CE فترمز لي كامن إيرا وتعني الحقبة العامة إن السنة 2018 ميلادي هي نفسها 2018 CE أو 2018 AD ولكن كيف يمكن حساب عدد السنوات بين ولادة أفلاطون ورحلة كولومبس الأولى إلى العالم الجديد؟ الأمر ليس معقداً وهو موضوع الفيديو القادم اشتركوا في القناة